اشتركوا في القناة تنموية طموحة في شتى المجالات والهدفة الى تحقيق رفعة الوطن وخدمة المواطن معربا جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن الاعتزاز بما يبدله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جهد كبير ومتواصل في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها في جميع المجالات وترسيق ريادتها وتنافسيتها ومكانتها المتقدمة في مؤشرات التنمية وبما حققته الحكومة برئاسة سموه من إنجازات مشرفة وما تقوم به من مبادرات وبرامج من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ونوه جلالة الملك المعظم يده الله بمضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة والتي أكد فيها سموه أنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته وذلك من خلال إتمام حل الدولتين وأن تكون أمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة لما يحقق أماله وازدهاره كما أثنى جلالته على دور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجهودها المستمرة لتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة شاكرا جميع القائمين على هذا العمل الإنساني النبيل والذي يأتي تجسيدا لمواقف البحرين الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف وفي هذا السياق جدد جلالة الملك المعظم أيده الله التأكيد على أهمية ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وأن يحرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام العادل والشامل باعتباره خيارا استراتيجيا وسبيلا وحيدا للأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة والعالم مؤكدا جلالته على موقف مملكة البحرين الثابت بحل نزاعات بالوسائل السلمية كما شاد جلالته بما تشهده المملكة من تنظيم ناجح ومتميز للعديد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة واستضافتها لمختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ومن بينها المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة وعدد من المعارض التجارية الدولية وكذلك النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل والتي ترسخ ريادة البحرين كأحدى الوجهات الاستثمارية وتعزز سمعتها العالمية المرموقة على مختلف الأصعدة معربا جلالته عن تقديره للجهود الطيبة للكوادر الوطنية والتي تعكس قدرتها على تنظيم وإنجاح هذه المؤتمرات والمعارض والأنشطة سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة نعم الرخاء والازدهار وأن تواصل تقدمها على جميع المستويات وحضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة ممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان الخليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ترجمة نانسي قنقر